اهلا بكم الى لقاء الأولى الذين استضيفوا فيه الليلة من تونس الكاتبة والبحث السياسي موردين بالطيب حيث نناقش معه نتائج الانتخابات التونسية بعد الاعلان عنها رسميا منحت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التونسية حركة نداء تونس المرتبة الاولى بخمسة وثمانين مقعدا في البرلمان المقبل نتيجة تدفع نداء تونس للبحث عن تشكيل تحالف يمكنه من الحصول على اغلبية برلمانية مريحة بعد أيام من الفرز المتواصل اعلنت هيئة الانتخابات التونسية نتائج الاولية الرسمية للاستحقاق التشريعي نتائج وضعت حركة نداء تونس في الصدارة بخمسة وثمانين مقعدا تليها حركة النهضة بتسعة وستين مقعدا فالاتحاد الوطن الحر والجبهة الشعبية بستة عشر مقعدا لكل منهما تنامي ظاهرة الارهاب وازدياد البطالة وانعدام الامن وغير ذلك كلها حملها التونسيون لأحزاب الترويكا وبذلك سوتوا عقابيا وان افاد هذا العقاب حركة نداء تونس التي تحصلت على خمسة وثمانين مقعد وهي اغلبية قد تكون مهمة كانتصار لشق من المجتمع ربما وان كنا لا نحبذ هذا التقسيم لكنها ليست مريحة لحركة نداء تونس في قادم الايام خاصة في نسج التحالفات القادمة حركة نداء تونس ورغم تصدرها للنتائج تبقى اذن بحاجة لتشكيل تحالف برلماني يمنحها اغلبية مريحة تحالف ستسعى من خلاله نداء تونس لاحياء تجربة جبهة الانقاذ التي مكنت الحركة من نتاحة حكومة الترويكا العام الماضي التحالف الاقرب سيكون ربما بين حركة نداء تونس ومكونات الجبهة الشعبية المتواجدة باكثر من 15 نائب لانه تقريبا نفس المشروع المدني والسياسي تقريبا للكتلتين حلقة المتحركة في المجلس اليوم وهي حركة الاتحاد الوطني الحر هي التي ربما ستشكل المفاجئة باعتبار امكانية التحاقها اما بحركة نداء تونس او بحركة النهضة وتبقى خريطة التحالفات مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها تفاهم بين نداء تونس وحركة النهضة خاصة وان ايا منهما لم يستبعد المشاركة في حكومة ائتلافية موسعة مرت تونس بسلام من استحقاق الانتخابات التشريعية وفتح الباب لسيناريوهات التحالف والمحاسسة في انتظار ما ستفرزه التعون والاعتراضات لاستكمال المشهد البرلماني القادم ايمان الرزقي سكاينيوز عربية تونس ينضم الينا من تونس الكاتب والبحث السياسي نور الدين بالطيب نفس الخير سيد نور الدين المرحب ان الجميع قفز عن الحديث عن الانتخابات ونتائجها الى الحديث عن التحالفات السياسية المستقبلية ساقوم بشيء ذاته ولكن بعد قليل بعدا استمع الى قراءتك انت في نتائج هذه الانتخابات التي ما زال البعض يردد بانها مفاجئة اعتقد ان نتائج الانتخابات لم تكن مفاجئة هي تعكس الواقع السياسي في تونس المشهد السياسي بعد ثلاث سنوات من حكومة الترويكا التي فشلت فشلا ذريعا في ادارة البلاد الان هذه الانتخابات افرزت ثلاث كتل سياسية رئيسية هي نيدا تونس وحركة النهضة الاسلامية والجبهة الشعبية التي تمثل التحالف بين اليساريين والقوميين وهي جبهة انصفتها هذه الانتخابات الى حد ما لان لها حضور في الشارع التونسي ولها تجربة سياسية ونضلية كبيرة سواء في عهد الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة او في عهد الرئيس الاسبق بن علي في حين ان حركة النهضة الاسلامية لها ثقل في الشارع التونسي وهي وان تراجعت في هذه الانتخابات الا انها تبقى حركة قوية لها تجربة طويلة عانت السجون وعانت المنافي ولكنها فشلت في استحقاق الحكم عندما سعدت الى السلطة في الانتخابات الماضية بقيت ربما المفاجأة بين ظفرين مفاجأة هي فوز الاتحاد الوطني الحر بالمرتبة الثالثة هذا حزب غير تقليدي تحف به الكثير من الاسئلة ليس اوديولوجيا حزب لا يملك هوية سياسية واضحة يقدم نفسه على انه حزب وسطي وسنرى ما الذي سيبقى او كيف ستكون تحالفاته هناك امكانية كبيرة ان يلتحق بنداء تونس في التحالف سياسي قد يضم افاق تونس ايضا الذي يحمل المرتبة الرابعة او قد يلتحق بالنهضة لكن اعتقد وحسب بيانات حزبي النهضة اليوم ظهر اليوم ونداء تونس ان هناك توجه نحو الوفاق ونحو تشكيل حكومة وحدة وطنية فالجميع يتحدث عن الوفاق الحالة السياسية التونسية بعد اربع سنوات من سقوط النظام السابق الانهيار الاقتصادي المشاكل الامنية التجذبات في الشرع التونسي كلها تدعو التونسي اليوم الى شكل من اشكال الوفاق السياسي سيد نوردين المشاهد السياسي التونسي لا يقتصر فقط على الحزبين هناك حزاب بطبع اكيد كلها شاركت في الانتخابات ولكن القطبان الرئيسيان ربما قد يكونان نداء تونس والنهضة السؤال هنا هل ترى ان الرسالة التي بعثها التونسيون في الانتخابات هي فعلا رسالة ثقة لنداء تونس ام انها ربما فقط رسالة عتاب للنهضة اعتقد انها من ناحية رسالة عتاب للنهضة وعقاب التونسيون اولويتهم المطلقة اليوم هي الامن حركة النهضة تتحمل مسئولية كبرى في الانهيار الامني وتفشي الارهاب وانتشار الجريمة وهي ظواهر غريبة على المجتمع التونسي لم يعرفها طيلة تاريخه بالتالي بالنسبة للتونسيين المهم الان او الاهم هو الحفاظ على النموذج الاجتماعي ونمط العيش وجدوا هذا في نداء تونس ولم يجدوه في حركة النهضة التي يعتبرونها مسئولة اخلاقيا وسياسيا حول الاغتيالات وعن الارهاب وعن انتشار المتشددين الدينيين الذين اصبحوا يتحكمون في جزء من الشارع ويتحكمون في الفضاء المسجدي خاصة لكن من ناحية اخرى ايضا هي رسالة ثقة في نداء تونس الذي يرى فيه جزء من التونسيين انه منقض لتونس ومصحح لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي اسقطت النظام السابق ولمطالب الحركة الديمقراطية التي نازلت منذ اثنين وستين من اجل الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي وهو ما فشل النظام السابق في تحقيقه بالتالي ربما الامتياز الذي وجده التونسيون في نداء تونس انه جمع بينما طالب الحركة الديمقراطية والحفاظ على مكاسب دولة الاستقلال فجزء كبير من التونسيين يعتبر ان تحققت مكاسب للتونسيين في مستوى حقوق المرأة ولكن فشل النظام السابق في تجربتيه البرغيبية وتجربة الرئيس الاسبق بن علي في تحقيق الديمقراطية خاصة ان تونس بلد يتميز بالرهان على التعليم السيد راشد الغنوشي في واحد من اخر تصريحاته قال بان هناك تخوفا على تونس فعليا تخوفا فعليا من ان تعود الى زمن الاستبداد والحزب الواحد هل ترى ان هناك فعلا اساسا لهذا الكلام وهل هناك خوف فعلا على تونسيين العودة الى ذلك العاد انا اعتقد شخصيا ان السيد راشد الغنوشي اراد من خلال هذا التصريح ان يلفت الانتباه الى تحالف ممكن من اجل قطع الطريق على زعيم نيدا تونس الباجي قايا السبسي لان عمليا لو يصل الباجي قايا السبسي الى الحكم وهذا ربما وارد باعتبار انه من اكثر الناس الذين يملكون حضوظ في الوصول الى قصر قرطاج سيكون لنيذا تونس رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان وهذا قد يغضب قواعد حركة النهضة التي لا تخفي غضبها من اداء القيادة وبالتالي هي رسالة ربما طمأنة لقواعده ويريد ان يقول لهم ان النهضة لن تكون مع الباجي قايا السبسي لان هناك حديث اليوم عن دخول حركة النهضة للحكومة مقابل مساندتها للباجي قايا السبسي لكن ايضا هذا الموقف ايضا الذي قاله راشد الغنوشي قاله ايضا مصفى بن جعفر حليفه في الترويكا ويردده انصار الرئيس الموقع تنفس المرزوجي والمقصود به هو خلق رعي عام مضاد لنيذا تونس وخاصة للرئيس المرشح الرئاسي الباجي قايا السبسي على اعتبار انه لا بد ان يلتقي كل الاطراف من اجل اختيار رئيس اخر يكون من خارج نيذا تونس على اعتبار ان نيذا تونس قريب الى النظام السبق شكرا جزيلا لك سيد مردين شكرا جزيلا لك سيد نور الدين بالطيب الكاتب والبحث السياسي الذي كان معنا من العاصمة التونسية يمكنكم مشاهدين المشاركة معنا من خلال طرح اسئلتكم واستفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك اشتركوا في القناة